السؤال الآن هو كم نسبة الشيع العلويين والشيع الصفويين؟ وما هو الاتجاه العام لديهم الآن في الساحة في ظل الأنظمة الديمقراطية؟ الاتجاه نحو تصاعد المد الصفوي أو انحدار هذا المد وتصاعد المد الديمقراطي العلوي الحسيني؟ هذا سؤال مهم يجب أن نتوقف عنده ولا نحكم على الناس بسرعة وما هو دور المرجعيات الدينية في تعزيز الاتجاه الصفوي في الساحة الشعبية؟ هل لهم دور؟ بعض المرجعيات وليس طبعاً كل المرجعيات وما هو دور الحركات الثورية والسياسية والمقاومة في تعزيز الاتجاه العلوي الحسيني؟ أخيراً كيف يمكن مكافحة التشييع الصفوي والتخلص من التراث السلبي الموروث؟ ومن يجب أن يقوم بذلك؟ هل ننتظر العلماء والمشايخ أن يقوموا بهذا الدور؟ أم كل واحد من عدنا يمكن أن يقوم بمكافحة هذه المفاهيم المغلوطة عن التشييع؟ المفاهيم السلبية التي تبث العداو البغضاء بين المسلمين؟ هذا ما يجب علينا أن نفعله والآن نستمع إلى مداخلاتكم وإذا كانت هناك مداخلات أخرى وكانت هناك مداخلات سابقة وأرجو أن يسع الوقت للاستماع للمداخلات الجديدة في هذا الموضوع وتعذروني إذا كنت أعجز عن قراءة بعض المداخلات لأنه أندي مشاكل تقنية في البث والقراءة وما إلا ذلك فإن شاء الله نكون في خدمتكم لنقرأ ما كتبه بعض الأخوة السابقون هنا أدنا مداخلة من أخ عزيز هو الأخ عبد الحكيم قاسم الحسني وهو أخ جزائري ويبدو يعتنق المذهب الزيدي ودائما ينتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ويقول أن فكرهم هذا متخلف وهو متطرف ومغالي وأن المذهب الأفضل هو المذهب الزيدي وأنا قلت له وكتبت له أدة متعليقات على كلامه هذا أقرأ مداخلته وأقرأ مداخلتي يقول التشيعة الاثنى عشرية المتعصب والتسنن السلفي المتعصب هما الوجه الحقيقي للمذهبين والذين وقف بوجه الإسلام المحمدي الذي مثله الإمام زيد بن علي عليه السلام وهما سبب مشاكل اليوم أما عمليات التجميل فلا تدوم طويلا ويظهر وجه الحقيقي البشر هنا عندي ملاحظة منهجية على ملاحظة الأخ عبد الحكيم هو أنه ينظر إلى الإسلام الحقيقي متمثلا بشخص واحد أو بمذهب واحد وهذا خطأ كبير لأن المذاهب دائما يعني هي كانت حركات سياسية وثم تطورت وتشعبت وتفرقت وما نستطيع أن نحكم على مذهب واحد طوال 14 كرن أو 13 كرن لأنه الآن أنظروا إلى أي حركة معاصرة اليوم حزب الدعوة الأخوان المسلمين منظمة العمل حزب التحرير هذه الأحزاب يعني خلال أقد واحد أو كرن واحد شهدت أدت تطورات وعدت تيارات وعدت أفكار ونظريات وأدت مواقف فلا يمكن الحكم على حزب واحد خلال 100 سنة حكما واحدا لأنه الحزب دائما يطور ويتغير ويتبدل عندما يكون بالمعارضة شكل عندما يأتي للسلطة شكل آخر حتى حزب البعض حتى حزب البعض شهدت تطورات عديدة من الألمانية الكافرة إلى مثلا رفع شعر الإسلام وما إلى ذلك فإذن يعني الملاحظة المنهجية التي أود أقدمها للأخ عبد الحكيم مخلصا حقيقة أقول له لا تنظر إلى الشعارات والأسماء والعناوين انظر للحقائق الراهنة يعني الزيدية اتطوروا الشيعة اتطوروا وتغيروا السنة كذلك المذاهب السنية اتطورت وتغيرت وتبدلت مثلا السنة عبر التاريخ كانوا يؤمنون بالشورى مثلا في البداية بعدين صاروا يؤمنون بالوراثة الأموية والعباسية والعثمانية ولا تستطيع أن تقول أن السنة يؤمنون بالشورى مثلا الآن السعودية تؤمن بالوراثة تؤمن بالحكم المطلق لا تؤمن بالشورى لا تؤمن بالديمقراطية أما إيران مثلا بالعكس نرى حكم الجمهوري ودستور وانتخابات وبرلمان وكذلك في العراق وكذلك في بلاد أخرى فلا يمكن أن تطلق اسم أنه الشيعة اسم الشيعة الاثنى عشرية هم يؤمنون بكذا وكذا وكذا اللي كان يؤمنون بي قبل ألف واربعمائل سنة كذلك الزيدية أيضا تطوروا وتشعبوا وتغيروا كانوا معارضة صاروا حكوماء صاروا أنظمة وصاروا ظلمة صاروا طواغيط صاروا مستبدين صاروا يتوارثون الحكم في عشائر وعوائل معينة ثم حصلت الثورات في صفوفهم ثورات جمهورية ثورات ديمقراطية والآن الزيدية اسم قديم قد يكون الآن هما حركة جمهورية لا تؤمن حتى بحصر الحكم والحكم الحكم بالبطن أو البطنين كما يقولون يعني في أبناء الحسن أو أبناء الحسن والحسين يؤمنون أن حسب ما الدستور اللي يؤمنون به الآن في اليمن مثلا أنه الحكم لأي واحد يمكن ينتخب من الناس يصبح رئيسا للجمهورية أو رئيسا للوزراء فما بقى هذا الفكر الزيدي اللي مر بمراحل عديدة والطور هو حاكم اليوم من الخطأ أن ننظر إلى الشيعة أو لزيدية أو إلى السنة أو الإباضية نظرتنا إلى البدايات الأولى في هذه الحركات ثم نأتي ونحاول أن نفضل هذا المذهب على ذاك المذهب وننتقد هذا المذهب ذاك لا يا أخي العزيز يجب أن تنظر إلى الواقع اليوم إلى البرنامج السياسي الذي يحمله الناس هذا اليوم لا تنظر إلى الأسماء والعناوين والتاريخ فقلت له عزيزي عبد الحكيم لا تنظر إلى الأسماء والعناوين وانظر إلى الجواهر والحقائق فرب اسم لا يدل على معنى ورب معنى لا يحمل اسم وان المسلمين جميعا عاشوا في التاريخ انقسامات وتفرقوا إلى أحزاب وهم اليوم ليسوا تبقى الأصل عن تلك الأسماء كما توحي عناوينهم الموروثة فلا كل السنة يؤمنون بالشورى والديمقراطية ولا عامة الشيعة يؤمنون اليوم بالأسماء والنص والوراثة عاد فقال لي وكيف لا أنظر فما الفرق بين صلاح الدين الأيوبي والمعز بن باديس وبين البغدادي والظواهري واليوم أرى ذات المذاهب إنما الشيعة الاثنى عشرية طوروا أساليب الدعوة فقط يعني أنا بعيدا عن الأسماء الشخصية في تاريخ الشيعة وفي تاريخ الجهدية وفي تاريخ أسماء سلبية وأسماء إيجابية إنما أرجو أن لا تنظر إلى الشيعة كأنه في حزب معين وعصابة وجماعة يخططون ويعملون وأشياء حركة جماهيرية حركة بها ملايين من الناس أمة كبيرة وفيها تيارات وفيها أحزاب وفيها تطورات وما أحد ما يتحمل مسؤوليته الثاني وفيها حركات شعبية جماهيرية حركات نخبة يعني ما تنظر إلى الأمور كأنه في فرقة يقعدين جماعهم قيادة وقاعد يخططون للأمور فأجبت مرة أخرى قلت لو درست تاريخ المذهب الزيدي لوجدت أنه تفرق إلى فرق وأحزاب وأنه لم يكن دائما يقتدي بالإمام زيد بن علي ولا بأفكاره وأقواله وإنما تحول أيضا إلى مذهب سياسي وراثي وديكتاتوري رجعي أحيانا ولذلك ثار عليه اليمنيون في الستينات مثلاً وحتى الزيدية ثاروا عليه وآمنوا بالفكر الجمهوري وهم الآن الزيدية ليسوا على شكل واحد فمنهم من يدعو إلى تقديس آل البيت وحصل الحكم فيهم وفئهم من فئة قليلة طبعاً أو في البطنين كما يقولون ومنهم يؤمن بالفكر الديمقراطي الجمهوري وكما حصل للزيدية حصل للجعفرية وآمن بعضهم بالفكر الإمامي الوراثي ومنهم من حكم كالإسماعيلية الفاطمية أقام الدولة الفاطمية ومنهم من توقف ووصل إلى طريق المسدود كالاثنى عشرية الذين غابوا عن الساحة السياسية قرون من الزمن ثم أدركوا خطأ موقفهم في الانتظار للإمام المهدي الغائب وآمنوا بالشورى أو الفكر الديمقراطي الجمهوري الدستوري وعندما قلت لك لا تنظر إلى الأسماء وانظر إلى الواقع قصدت أن تلاحظ التطورات الجذرية الهائلة الحاصلة في الفكر السياسي الشيعي الذي لم يبقى منه إلا الإسم والقشور وبعض التقوس والمسائل الفقهية وقد تطور أكثر من الزيدية فهو اليوم لا يشترط أن يكون الحاكم سيدا أو شريفا علويا أو حسنيا أو حسينيا وإنما يجيز الحكم لمن يتمتع بصفات العلم والتقوى والكفاءة مهما كان نسبه حتى لو كان حبشية فهناك تطور كبير أنت بعيد عنه يا أخ عبد الحكيم قاسم الحسني تنظر إلى الناس الآن من خلال الكتب القديمة الصفراء ولا تنظر إلى الواقع فأرجو منك أن تذهب وتقوم بزيارة وتطلع وتقترب أكثر حتى تتعرف على حقيقة ما يسمى الشيعة اليوم ترجمة نانسي قنقر